وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لعام 2016 لزيادة ضرائب جديدة على السبائر والتبغ جلسة جديدة لمجلس النواب وصل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الجلسة بدأت بإحالة خمسة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية كما تمت إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطط والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تلا ذلك الموافقة بشكل نهائي على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار عشان نقدر نستهدف أي سوق احنا بنامجن تلات عواب رئيسية بنامجن المنتجي بمحقق المواصفات بنامجن النهارده ان احنا بعدنا سعر تنافسي وأخيرا ما هيخص الأدوات الدفع أو اللي احنا هنقدر ندي آجل اللي بيخلنا نتكلم على السعر أو كموصفة أو بنتكلم على سعر تنافسية ده بيبقى ليه علاقة بالسوق المستهدف لكن أدوات الدفع أو ان احنا نقدر ندي آجل كل الأسواق بتحتاجها سواء هي أسواق نشأة أو سواء هي أسواق متقدمة وبالتالي وجود التشريع اللي أمام النهارده ده بيدعم بشكل بشكل مميز جدا عملية الصادرات في مصر مسألة هنا وجوب الموافقة على التشريعات اللي بتساعد فيه ضمان مسألة تنمية الصادرات وتنمية وتعظيم الاستثمارات خاصة فيه الدول والمناطق اللي فيها مخاطر في استرداد استثماراتنا أعتقد أن ده موضوع مهم ضمانة البنك المركزي أيضا هي ضمانة حقيقية لدعم الصناعات ودعم الصادرات اللي أنا عايز أقوله في هذه المسألة أيضا وفي عجالة بأن احنا في حاجة إلى تزليل العقبات المتعلقة بتوطين الصناعة المصرية إما من خلال توفير الاعتمادات المالية الخاصة به دعم الصناعة أو أيضا في تزليل العقبات المتعلقة بينها الترخيص والإجراءات القانونية والإدارية كما تمت الموافقة نهائيا على مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته التي جاء فيها زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار خمسين قرشا للشرائح الثلاث بوافق على هذا القانون لأنه يتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية اللي بتقول أنه مع زيادة الضرائب والرزوق على التاب غدام يقلل استهلاكه وخاصة في أوصات الشباب وهكذا يوصل المجلس عقد جلساته في إطار دوره التشريعية بما يخدم مصطحة الوطن والمواطنين ويحقق التنمية المنشودة اشتركوا في القناة